في الفترة هذه اللي يضرب فيها فيروس كورونا العالم الكل برشة تساؤلات قادة تتطرح منها ما هي أعراض العدوى بفيروس كورونا؟ كيفاش يكون التشخيص؟ هل هناك علاج؟ وهل يسبب فيروس كورونا العجز الجنسي؟ برشة تساؤلات مش نجاوب عليها في الفيديو هذية ما هي أعراض العدوى بكورونا فيروس؟ أعراض العدو بفيروس كورونا أو ما يسمى بمرض الكوفيد 19 هما أعراض مشتركة مع الكثير من الأمراض والفيروس الأخرى السمبتوم دو كورونا فيروس نصنبا سبيسيفيك لكن حسب المعلومات المتوفرة اللحظة هذه يعاني المصاب من فيروس كورونا من ارتفاع في درجة الحرارة السخانة يعني عند البلغين تكون درجة الحرارة أكثر من 38 درجة بالإضافة إلى سؤال ما فيهوش أفرازات كحشيحة مع إمكانية وجود سيلة للأنف لأخشم يجري الشعور بالتعب وأوجاع في الجسم، التهاب وأوجاع في الحلق، صداع وأوجاع في الراس، وضيق في التنفس أغلبية المصابين بالفيروس هذه بنسبة 80-90% يعانيهم من الأعراض هذية لكن مالورزمون في بعض الحالات، خاصة عند الناس اللي تعاني من حساسية مفرطة في الجسم، الأعراض تكون أقوى مثلا ارتفاع حاد في درجة الحرارة في غضون ساعات قليلة، التهاب أو حاد مما ينتج عنه صعوبة في التنفس ونقص كبير في الأكسجين وهنا وين يتوجد الاختار ويكون المريض في حاجة الإقامة في المستشفى وفي حاجة الإنعاش التشخيص طريقة التشخيص لكورونا بيوريس تصير عن طريق تست وهي عبارة عن أخذ عينة من لعاب الحلق وسائل الأنف يصير التحليل في مخبر مختص غادي وين يقوموا بتكنيك بسير دوم التكنيك هذية من أربع لخمسة ساعات وتنخليلكم اليان لوطة اللي يحب يزيد يقرأ على التكنيك هذية الطريقة الثانية هي تحليل الدم، تست سيرولوجيك هل هنا لك علاج؟ إلى حد اللحظة هذية اللي تصور فيها الفيديو، ما فهماش علاج الفيروس كورونا لكن الانسان اللي يعرف روحه موصاب يمنع أنه ينقل العدوى للناس المحيطة به عن طريق العزل الذاتي مدة 14 يوم واتباع قواعد الصحة المعروفة غسل الليدين بالبيه لمدة 20 ثانية تعقيم الليدين، يلبس ماسك، يستعمل بابي مشوار وقت العطصان وإلى الكحة، ويطيشهم ديريكت معاش يعود يستعملهم وفي الحالات الاختيرة كما قلنا، الحل يكون الإقامة في المستشفى والإنعاج ويطلقى الموصاب تريتمو، مش خاص بالكورونا، ما الأطباء في المستشفى يقدمو مجموعة من الأدوية اللي تنجم تفيد الموصاب ويتعافى بقدرة ربي هل يسبب فيروس الكورونا العجز الجنسي؟ جريدة ديليميل البريطانية خرجت أرتيكل بتاريخ 12 مارس 2020 عنوانه قد يسبب الكورونا تلفاً لخصائص الرجال ويقول الأرتيكل أن الأطباء الصينيين حثوا مرض الفيروس بعد التشافي على إجراء اختبار الخصوبة ولم تثبت أي دراسة أن الفيروس يقلل من خصوبة الرجال لكن الأطباء في ووهان أقترحوا احتمال أن المرض يأثر على إنتاج الحيوانات المنوية وتكوين الهرمونات الجنسية الذكرية تنخلي لكم الأرتيكل متع ديليميل لوتا